اذا الى واشنطن الى صندوق النقد الدولي اول حاجة برؤية واضحة وبعزيمة صادقة لانقاذ الاقتصاد الوطني انا ديما اكد عليه لانه احنا نعتبره اللي البرنامج الاصلاح هذية والبرنامج المرافقة هذية اللي ان شاء الله توفقه في الحصول عليه مع صندوق النقد الدولي هو المسار متاع الفرصة الاخيرة لانه وضعيتنا الاقتصادية صعبة وهي نتاج لتراكمات عديدة ونتاج لسياسات لم تكن موافقة في السنوات الاخيرة زاد عليها الازمة متاع كوفيد احنا ماشيين لصندوق النقد الدولي بثيقة كبيرة لانه احنا اطرحنا المحاور الكبرى لبرنامج الاصلاح مع شركائنا الاجتماعيين احنا امضينا اتفاقيات مع الاتحاد العام تونسي لشغل والليتيكا ومع اتحاد الصناعة واتحاد الفلاح على الصيد البحري اليوم حول منهجية تجمعنا في رقع عمل المشتركة تضع مع بعضها الاسس للاصلاح في عديد القطاعات اللي تهتم بها المنظمات الوطنية كذلك عملنا سلسلة من اللقاءات اطلقنا عليها اسم لقاءات بيت الحكمة اللي كانتنا فيها حوارات حول محاور لاصلاح الاقتصادي مع مستثمرين تونسيين مع اطراف وفاعلين اقتصاديين كان لهم اثراء كبير ياسر في البرنامج هذية اللي قاعدين نعدوا فيه للذهاب الى صندوق النقد الدولي احنا ماشيين الى صندوق النقد الدولي فالزيارة اللي انطلقت هذية واليقودها سيد وزير الاقتصاد والمالية وسيد محافظ البنك المركزي اول حاجة لارساء مناخ الثقة وتقوية مناخ الثقة اللي يجمعنا مع صندوق النقد الدولي بطبيعة الحال هما بش يقدموا المحاور الكبرى للاصلاح الاقتصادي هذية بش يقدموا لهم ايضا المنهجية اللي اعتمدناها لاعداد البرنامج هذا المنتظر من البرنامج هذية وكذلك بش ينطلقوا فيه سلسلة من اللقاءات وسلسلة من النقاشات اللي نأملوا اني ان شاء الله نخلطوا بها الى برنامج مرافقة البرنامج هذية ايضا بش يمكن انه بقية الشركاءنا الدوليين ايضا هما تتعزز عندهم الثقة في المنظومة التونسية ولقدرة الاقتصاد التونسي على الخروج من المأزق هذية والذهاب نحو استقرار اقتصادي تلحق عليه ان شاء الله مرحلة اقلاع اقتصادية احنا ما بعد كورونا را يتمثل امكانياتك بريسر بالنسبة للاقتصاد التونسي فما اعادة تصور للخارطة الاقتصادية العالمية ينجم تونس تكون لها دور مهم جدا على المستوى الدولي في هذية في علاقة ايضا مع التكتلات الاقتصادية الكبرى اللي بحدنا نحنا بوابة افريقيا نحنا شريكنا الاول للاتحاد الاوروبي فما تفكير في الصناعات هذية في الفضاء المباشر للاتحاد الاوروبي اللي تنجم تونس تكون انها وجود في هالتصور الجديد ولا اعادة اعادة تشكيل الخارطة الاقتصادية العالمية جديد لنك احنا بش نكونوا موجودين في هال الخارطة الجديدة هذية يلزمنا نكونوا واثقين بش نولي عنا البوتانسيال اللي عنا في تونس واثقين من البرنامج اللي وضعناه واثقين بالتعاون اللي بش يكون لنا مع صندوق النقد الدولي وشركائنا الدوليين الاخرين لكن ايضا هذية يستوجب زادا ايضا كون نتشاركو الطبقة السياسية والطبقة المؤسساتية في البلاد الكل كون الكلنا نمشيه في الاتجاه هذية لانه الكلنا عنا دور في انقاذ البلاد وهذية هو اللي منزال مش حصل صحيح فما قناعة على مستوى واسع من شركائنا الاجتماعيين فما طيف سياسي مهم زادا قاعد يدعم في التمشي هذية لكن للأسف زادا فما الناس مزلت مهشي فهل اللوجيك هذية مزلت الناس فما تجري وراء تسجيل نقاط سياسوية غير مفيدة اعتقادا منها انه بش تحصل فايدة معينة في ضرب هل المسار هذية وقت اللي انه لقدر الله كان المسار الاصلاح الاقتصادي هذية يفشل راو بش نوليه بوتاتر وقتها نتقاسموا لكلنا الفشل ولا بش نوليه نتقاسموا لكلنا تبعات السلبية اللي يغير ممكن تلافيها للشي هذية وإلا بوتاتر بيان ما نبش نلقاه حتى نتقاسموه من بعد موسيقى موسيقى